هذا المؤتمر ينعقد كل سنة لكن هذه السنة أراد الوزير أن يوسع أبعاد المؤتمر فالمؤتمر صار أسبوع السفراء ويستمر أسبوع كامل حتى يلتقي السفراء مع المجتمع المدني مع المؤسسات مع السحفين مع الشركات فأوسع أبعاد المؤتمر كل يوم كان له ميزة اليوم الأول كان مركز على اللقاء مع المجتمع المدني والسفراء حتى يفهم الجمهور أكثر الدور الخاص للسفراء العمل السفراء اليوم الثاني استمعنا إلى الرئيس الجمهورية يعني أعطى توجيهات للديمولاسية الفرنسية وتركيز الثاني كان على اللقاء مع الشركات ومواعيد سريعة مع الشركات الفرنسية لتقديم الديبوماسية الاقتصادية الفرنسية يوم الثالث كان يركز على تحدي خاص وهو مؤتمر المناخ في باريس في شهر ديسمبر ويوم الرابع ركزنا العمل على تكيف وزارة الخارجية مع تحديات القصر الـ 21 حتى يكون يعني تكون الوزارة قادرة على التعامل مع هذه الأحوال الجديدة في رأيي كل المشاكل التي تترقنا إليها في إطار المؤتمر تعني العالم ككل فتعني أيضا العمل العربي مثلا النوناخ لكن ركزنا على بعض الأبعاد التي شارك فيه يعني مثلا وزراء من مصر أو المغرب لكن التهديات تحمق العالم ككل